ما نيجي نتكلم مثلا على استثماراته الأوروبية في مصر هنلاقي استثمارات الأوروبية في مصر تقريبا 15 مليار يورو النسبة الكبيرة 5 مليار لبريطانيا ثم مثلا دولة زي إيطاليا بتبتدي تحصل مشاكل كبيرة جدا شفنا لما كنا بعد ثورة يناير جوافض ضخم جدا من إيطاليا في كل الوزراء المعنيين اللي عمل كم ضخمة من استثمارات في مصر ليه؟ من مصلحة إيطاليا جدا أنها تعمل استثمارات في مصر بالذات مثلا في الملابس الجاهزة في الجلود يعني كل ده اللي هي الصناعات اللي هي الشهيرة بيها الصناعات اللي احنا كمان عندنا ميزة نسبية ونقدر مع بعض نقدر نعمل طفرة كبيرة ومصالح متبادلة بشكل كبير جدا ولكن احنا عرفنا بقى حادث ريجيني وما ترطب عليه يعني ما زالت فيه مؤامرات بتتم لمحاولة عزل أو عدم تحقيق التكامل اللي هو في مصلحة الأطراف كلها ودي واضحة جدا اعتقد ان هم كمان متنبهين جدا لهذه النقطة يا دكتور يوم واكيد بيعملوا عليها حتى على المستوى السياسي من خلال القضاء المشاركين ترجمة نانسي قنقر